موسيقى وزير الخارجيات الامريكي شارك في اعمال اللجنة الدولية لمكافحة المخدرات النمسا تدعو الى تصحيح مسار السياسة الاقتصادية للاتحاد الاوروبي دبلوماسي لبناني ميليشيا حزب الله تغسل اموالها في النمسا طبيبة من ساليسبورغ تتحدث عن حالة الرعب في غزة وارتفاع تعريفات الهاتف المحمول من الشهر المقبل بنسبة 8% واخيرا زيادة مستويات المياه الجوفية في النمسا الى وضع امن مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الاخبار لهذا اليوم شارك وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكين في اعمال اليوم الثاني من الدورة السابعة والستين لللجنة الدولية لمكافحة المخدرات في فينا وتركزت المناقشات حول التقدم في معالجة مشكلة المخدرات وتنفيذ الالتزامات الدولية وشارك مسؤولون رفيع المستوى ورؤساء هيئات الامم المتحدة بالاضافة الى سفيري العراق والامارات وتناولت النقاشات التحديات المتنامية في مجال مكافحة المخدرات واهمية الاستجابة العالمية المتوازنة لحماية المجتمعات وتعزيز الصحة العامة ودعم حقوق الانسان تسعى الحكومة النمساوية الى تعزيز الصناعة المحلية حيث نقشت خلال قمة الموقع بتحديد دفعة لموقع الاعمال في اوروبا بهدف جذب الاعمال وتعزيز التنافسية وركز المستشار نيهام على خفض تكاليف الانتاج والطاقة وتقليل البيروقراطية ولذلك تحث الحكومة على المزيد من الحرية في الابتكار مع التركيز على البحث والتطوير لذلك قدمت حزمة دعم جديدة مكافأة صنعة في اوروبا لدعم الاقتصاد المحلي خاصة في مجال الطاقة المتجددة لدعم الشركات المحلية وزيادة القيمة المضافة كشف مصدر دبلوماسي لبناني عن تحويلات مالية مجبوهة تصل الى 270 مليون يورو من دول اوروبية عبر ميليشيا حزب الله الارهابية واوضح ان نشاطه في هولندا وبلجيكا والنمسا والمانيا وان الاموال تذهب الى لبنان عن طريق تركيا والعراق ودول افريقية وقال ان التحويلات تعكس حجم التبرعات او ارباح اعمال تجارية وغسل اموال وتيسير مالي لصالح الميليشيات في اوروبا وهو ما تزامن مع انشاء مكاتب تحويل اموال في لبنان من قبل افراد ينتمون للميليشيا واكد ان الستة اشهر الماضية كانت الانشط في الاعوام العشرة الماضية وصفت ليزا ماتشينر منصقة مشروع اطباء بلا حدود في رفح بغزة الكارثة الانسانية في المنطقة اثناء اجازة قصيرة لها في سالسبرغ وقالت ان العمل في غزة يعد من اسوأ التجارب بالنسبة لها مع اليأس والصمت والخوف حيث فقد العديد من الزملاء كل شيء والفلسطينيون يعيشون في حالة من اليأس بعد فقدان منازلهم وعائلاتهم والناس ينتظرون الخبز لايام والعمل صعب للغاية عقليا وجسديا وتعتزم ليزا العودة في الاسبوع المقبل الى غزة لمواصلة عملها تستعد شركات الاتصالات في النمسا لرفع اسعار تعريفات الاتصالات بنسبة تصل الى ثمانية بالمئة في ابريل مع تصاعد التضخم وحذر الخبراء من تكاليف اضافية تصل الى مئة يورو سنويا للعقد لذلك قام سبعة وعشرين بالمئة من النمساويين بتغيير شركات الاتصالات بالربع الثالث من العام الماضي وتتوقع هي التنظيم الاتصالات أن تتغير حصص السوق مع اقتراب شركة هوت بعشر بالمئة بينما تحتل آئينس الصدارة بسبعة وثلاثين بالمئة تليها ماجينتا بخمسة وعشرين بالمئة ودراي بواحد وعشرين بالمئة كشفت بيانات دائرة الهايدرغرافيا في النمسا عن تحسن في مستويات المياه الجوفية بعد هطول الأمطار في الربع الأخير من الفين ثلاثة وعشرين وأشار وزير الزراعة إلى أن الوضع موات لمغزون المياه بسبب التحسن لكن الوضع في شرق البلاد لا يزال دون المطلوب حيث في عام الفين ثلاثة وعشرين كانت النمسا تواجه وضعا مائيا حريا بسبب الجفاف ولكن الفين أربعة وعشرين يبدو أفضل وأكد الوزير أن موارد مياه الشرب آمنة وأشارت التوقعات إلى ظروف رطبة قادمة مع زيادة التوازن المائي في المستقبل القريب كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا متابعة برنامج أهمسات رمضانية من خلال تطبيق إنفو جراد على هواتفكم كنت معكم أنا ممدوح مكين أمسي سعيدة وإفطار شهيا إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر